اشتركوا في القناة منذ ان شرعت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني باستقبال المواطنين لكمال اجراءات تسليم الوحدات السكنية في مشاريع مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة عبر المواطنون الذين درجت اسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين عن سعادتهم مشيدين بالدور الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة متمثلة بصدور امر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بتوزيع 6800 خدمة اسكانية على المواطنين كل شي ميسر الحمد لله وما قصرتون يعطيكم العافية ونشكر جلالة الملك ولي العهد على هذه المكرمة والله شعورنا ما يوصف الحمد لله ونشكر سمو ولي العهد جلالة الملك على الوحدات السكنية ونشاء الله والله الحمد لله الأمور السليسة والمعاملة جدا لطيفة ونشكركم على كل شيء عنه طبعا اليوم مشايلة لنا الفرحة وأشكر وزيرة الأسكان وأشكر كل من ساعدنا يعني هنا في الوزارة ويعني نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا العطاء من الدولة ما قصروا ويانا ولدى حضور المواطنين إلى الوزارة يتم تقديم شرح هندسي حول موقع المشروع الإسكاني ومكوناته من حيث الخدمات والمميزات كما يتم تقديم شرح للإجراءات القانونية التي تسبق مرحلة استلام الوحدة السكنية الحمد لله استنسين واحد صراحة وفرحانين بهذه المناسبة بالنسبة للترتيب ما شاء الله سهل وما تأخرنا شيء بسرعة دخلنا وما شاء الله كان الأسطاف جدا يعني متعاون سريع في السحب ونشكر وليل على كل شيء والفرحة ما تنوصف يعني الحمد لله على كل شيء يعني ونشكر الحكومة الرشيدة على ما قدمت لنا إجراءات تنفيذ خطة تسليم الوحدات السكنية تسير بوتيرة متسارعة بهدف الانتهاء منها مع نهاية شهر فبراير المقبل كما تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إجراءات صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين المتقدمين بطلب الاستفادة من تمويلات تسهيل بالإضافة إلى تمويل مزايا الفئة المستحدثة ترجمة نانسي قنقر